انا اللي بحبه دلوقتي في سينة انا بروح روالصدر اللي بحبه فيها ان انا مثلا انا ابني بقدر اسيبه في البحر عادي ما بقاش قلقان عليه ده حسن اه حسن اه بحسس ان المكان كل الناس تعرف بعض مفيش حد غريب في وسطنا المكان صغير على قد الناس اللي موجودة جواه السحل ما بقاش كده السحل بقى يعتور مدينة كبيرة بياخد منك طاقة اما في سيناء بتديك طاقة على فكرة ارضي الضبط كده حسن وحمزة اه ولادك حسن ابني ابني اللي هو يعني البيولوجي بس حمزة ابني برده بس ابن مراتي ايوا ومحمد كلاني حسن اربع سنين حسن اربع سنين وحمزة عشرة عشر سنين انشاء الله اعتقد العلاقة بينهم هم دول ده مين ده حسن ده حسن وده حمزة وده حمزة انت قب جميل او ربنا خليك لتنين في حدنك لتنين نفس الحاجة وما نتنين عايشين معاك مش كده عمزة حمزة عايش معنا في الايام الاسبوع اللي هي الخمس ايام بتاع الاسبوع المدرسية واناويكنز بيبا معبابا واخدين ايه منك واخدين ايه مني حسن افتكر شبه شوية ولا ايا رأيكو يعني فىه شبه الان فيه ابتكلم باعتبار العشرة كمان يعني حمزة قعد معك فترات طويلة اكيد بطلاحز تصرفاته انه اكيد واخد منك حاجة هو احنا بقالنا عايشين مع بعض بست سنين دلوقتي حاجة بيحاول يقليدك فيها مفتكر شونه بيحاول يقليدني هو شخصيته يعني هو زكي جدا زكي زكاء مش خارق يعني مش طبيعي مخه أكبر من سنه بكتير فبالتالي بيتكلم في حاجات يعني دايما بيطلعني غلطان يعني مثلا من أتراقش في حاجة يسألني سؤال علمي فأرد عليه فاكر أن أنا فاهم أنا بقول إيه بقى فيه فرق أجيال برضي هلأ إيه روح إيه لي لا الحاجة الحقيقية كده وبعدين نعمل جوجل سيرتش عليه هنلاقيها لا بجد هو طلع صحة هو اللي صح هو حمزة ابن صديقك محمد الكلاني مزبوط هو ما بقاش يعتبر صديقي دلوقتي لأن احنا ولادنا أخوات فأنا بقى تبرو أخوية الله عليك والله يتعبير جميل أم هو ابني وابن أخوات فبالتالي إيه روح الحلوة دي ما هي كده يعني إزاي أنتو بتفكروا كده فعلا جيل رقية منتاع الرقية يعني مش بقى طاليق مراتي خلاص بقنا لو ما كانش فيه ولاد هاي بطاليق مراتي خلاص والموضوع هيتتهي على كده بس طالما فيه أطفال الموضوع بيتغير الله عليك والله تعبير جميل